يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا كل التحية لكل الأهلوية بداية حلقة جديدة من السادسة أهلا وسهلا بيكم فوز غالي جدا جدا في توقيت مهم جدا جدا على Pyramids تقدر تقول كده أنه الأهلي is back on track يعني الحقيقة أنا يمكن الأكتر من عارف طبعا أنه الفوز على Pyramids بحد ذاته بالنسبة لأهلوية ليه طعم مختلف يعني كنت أتعلم على Pyramids في مطش زي ده في توقيت زي ده بسكور زي ده للأهلوية حاجة ليها طعم تاني غير أي مكسب يتزامن ده طبعا مع خسارة الزمالك قدام أسوان اللازم نقول شابو أسوان فرقة كرة محترمة مدير فني محترم لعيبة حقيقة لعيبة تحسب حقيقة تحسب لهاي سمع رابي التجربة كان ليه بصمة كبيرة جدا فيها أنهما يكسبوا الزمالك ويقدموا العرض ده مكسب اثنين واحد على فكرة ده مكسب يعني ما يعبرش أبدا على سر اللقاء أو سر المباراك لكن في النهاية كل الأمور بترجع لطبعتها والأهلي بيرجع تصدر جدوى للترتيب ليه بقول التوقيت مهم جدا واخدوا بالكم أنه أنا ناس كتير جدا كلمتني بعد آخر حلقة لما كلمت فيها على فقدان ست نقاط والأهلي تعادل مع فاركو مع سيراميكا ومع فيوتشار وإحنا كلمنا حكناش راضيين أنا قلت له حقك تغضب وحقك تزعل وحقك تعمل اللي انت عايزه لكن في النهاية ما ينفعش تستجيب لفكرة أو لموجة التكسير في الفريق مش وقته خالص ما ينفعش في حسابات في ردود أفعال ممكن تبقى بتستجيب فيها للعاطفة فيها أوقات كتير جدا لا لازم تحط العاطفة على جنبه والعقل يبقى هو الفايصل وهو صاحب القرار فيه ناس بعتتلي وأصحابي وزمائلي في السادسة هنا فريق الإعداد بعتولي سكرين شوتس من رسائل الناس بعتها للبرنامج وبعتها لي أنا شخصية بتقولي من فضلك تقولينا نشجع إزاي أنا مش بقولك تشجع إزاي بس أنا بقولك دور الجمهور يبان قوي في التوقيت ده وجمهور الأهل في موتش بيرامدز عظمة على عظمة عظمة على عظمة الناس دي لو استجابت ولا كسرت ولا هدت في الفرقة هنستفاد إيه في التوقيت ده اللعيبة دي لو معنواتها كانت في الأرض أو كانت محبضة كنت مستني إيه وهي رايحة لها بيرامدز وعندك بعد كده أمبي وعندك بعد كده مصري وعندك بعكا سموحة بعكا زمالك وبعكا تخش في الأهم والصعب فالأفضل لنا كلنا نحن نحاول نعدي من المطبات دي لغاية لما نقدر نقوم ونقف على رجلنا وبإذن الله هنقوف يعني لو تسألني رأيي في الموتش أو هل الأهلي كده عشر على عشر أنا أقولك لأ ومنتهى الصراحة مش ده الأهلي اللي أنا بتمنى لكن دي خطوة مهمة جدا أولا أي نتيجة غير كده لقدر الله كان فيه بقية مشاكل كبيرة جدا تصدرت للجهاز الفني وللعيبة وللإدارة في توقيت أنت في غينة يعني كامل عن محتاج تبعد عن أي مشكلة أنت بتحضر لبطولات مهمة وبطولات صعبة وبطولات كبيرة جدا وتحاول ترجع الفريق